بس الحقيقة أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة تخص مباراة مباراة الحقيقة الحكام زي ما إحنا عارفين يعني بشر يخطأ ويصيبه ولكن اللي أنا يعني الحقيقة يعني لحظتوا مباراة في المباراة وهو أخطاء بالجملة أخطاء بالجملة مباراة تحكي داي الحقيقة طبعا أنا يعني إحنا مفروض إحنا كاسبانيين والدنيا كويسة مفروض لا إحنا بنقول لمصلحة اللعبة لمصلحة اللعبة مش عشان النادي الأهلي يكسب أو ما أنا ما تكلمش لا إحنا النهار بارح كان واضحة جدا غلطة واضحة جدا للجميع وهي الكرة اللي شطها أنس من نص ملعبه الزمالك بتلاتة بونت ودخلت باسكت الكرة كانت بعد انتهاء الوقت تماما كانت بعد انتهاء الوقت يعني الكرة في إيده وفي أحد الصور موضحة كل لسه في إيد اللعب والساعة صفر مفيش ولا ثانية على الساعة يمكن لو الصورة جاهزة يا جماعة رضوها بس اللعبة أقول لكم إيه أنه يعني اللعبة دي واضحة جدا يعني أنا وحتى بتفرج على التلفزيون وأنا مش حكم قلت اللعبة دي بعد الوقت واضحة واضحة جدا الصفارة صفارت طيب عندك مش منتاش متأكد عندك الـ I-R-S البار بتاع كرة السلة بار الغلابة بتاع كرة السلة يعني حاجة على قدنا كده بنقدر نشوف منها إليه الإعداد طب سيادتك كرة زي دي ما تشوفها طيب هل يعني على الأقل تبقى أنت عارف إنه أخطاء بالجملة كرة مبارح تاتا بونت أدي تاتا بونت كرة تانية في الشوت التاني يعني نهيج بقى عن فاولات كتيرة جدا في المال موضوع الشغال بأمانة على الفرقتين أنا الحقيقة مش عارف بتصفر إزاي إيه المعايير بلاقي السفارة هنا ولاقي عكسها النحط تاني أنا مش فاهم يعني أنا كلاعب في الملعب مش عارف لاتجاه الحكم إيه حاجة تانية الكرة اللي تصفرت على عمر علاء زهران فاول متعمد فاول خطأ سلوك غير فني في الشوت التاني في وقت مهم وكريتك الكرة دي ما فيهاش أي حاجة حتى مش فاول عادي بس عشان كان قابليها فاول متعمد على عذب وكان يستحقه فلازم نعمل بالانس نقوم ندي فاول متعمد على النادي الآن يا جماعة مش هتمشي الدنيا كده الدنيا مش هتمشي كده أنا دايما يعني الحكام كل الاحترام والتقدير ولكن يا جماعة لازم يكون فيه يعني زي ما بيقوله كل واحد يحاسب نفسه كل واحد يحاسب نفسه يعني يحاسب نفسه أنا كحاكم لازم أقيم نفسي مش لازم يعني يعني مش معقول كمية الأخطاء مبارح دي مش ممكن حرام لعيبة بملايين وانديها صرفة عشان ألاقيت وكمان مش عيب أن أنا أستقدم حكام أهجاني في كمهورات زي دي مش عيب زي ما أنا جاي مستعين بخبرات مدير فني أجنبي بييجي عشان نستفاد منه كلنا مش ورده غلط أن أنا أجيب حكم أجنبي أستفاد منه حكم زو خبرة مش أجنبي معنا أجنبي حكم زو خبرة بيحكم في بتوط أوروبا ييجي حكم لي مطشين تلاتة ويعمل على هامش تحكيم وقه دي الكرة الكرة لسه في إيد بص يا جماعة خلينا مع الكرة دي شوية بعد إذنك يا جماعة الكرة لسه في إيد أنس بص على الصورة اللوحة فوق سفار الكرة ما طلعتش فوق يعني الكرة لسه تحت وعلى فكرة الساعة سفار وبييجي صوت هورني في الملعب تيت يعني اللي ما يشوفش يسمع واللي ما يسمعش ياخد باله والملعب كله قال له مش بسكت حتى لقيت الزمالك يعني 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 رح الحكم قال بسكت طب إزاي طب إنت حضرتك طب مش هاكك في الموضوع بص على إيريس طيب يعني حاجة غريبة جدا الكرة دي يعني واضحة للجميع لأن الكرة السفارة ما صفرتش في الأول صفرتش لسه في إيده فواضحة وكمان أناس ما هواش اللعيب القصير حركته سريع قوي أو لعيب يعني دايما الطوال يعني حركته بطيئة شوي القصيرين بيبقوا سرع دي وضع طبيعي مش قصدي يعني لا أناس عبال ما حرك الكرة وجابها من تحت طب حاجة تانية فيه برضو الكرة بتاعت عمر زهران مش فاول الأخطاء والاهتزازات وحاجة تانية دايما أنا يعني يعني لو في كرة فيها شك دايما أنا لاحزت الحاجة دي ودي حاجة زي ورقة البسطة كده بيقوله بتحكيم البسكت بالزبط لو حاجة فيها شك بيروح حسبنا على كسبان طب يعني يقولك أصلا لو حسبتها لأحسبها للمغلوب مش مشكلة حتى لو جاب بسكت مها مغلوب لا ما هو ما فيش كده الديني حقي يعني مثلا أنا الأهل كسبان مش عايزة أقول نظرية الاحتواء يعني مش عايزة أقول برضو إيه لأ إنما بالعقل كده فرقة كسبانة والفرقة دي ليها فاول ادهولها حتى لو كسبانة عشرين بونت إنما الحكام عندهم مبدأ أنا شاكك مش واضح طب أديها للمغلوب خلق ما هو يعني ما قل كسبان كسبان بقى لا الكرة دي ممكن تخصن نماطش انبارح اللي سكور قرب بقى خمسة بونت نتيجة برضو صفارة واثنين وثلاثة غلط طب ما هممكن يجبصة اللعبة ما تتوفقش احنا كنا موفقين يا جماعة مش عيب مش عيب المطشط المهمة أجيب حكم له خبرة يحكم المطشط المهمة أو حكمين أو تاكم تحكيم وعلى هامش المنافسات يدي خبراته للحكام ترام أنا مش قادر أسفر حكامي يحتاجكو في المستويات العالية الغير أفريقية أوروبية والكلام ده كله كاس عالم لأن أنا ما عنديش حكام بيحكمه كاس عالم طيب أنا أقدر أجيب حكام من أوروبا والمبالغ مش كبيرة على فكرة يعني عشان تجيب حكم تاة أربعة أيام يحكم لك مطشين تاة ويمشي الموضوع مزاج كورة خالص الموضوع بسيط جدا هتجيب حكمين عندك في سوربيا باسكتبول أسبانيا الباسكتبول وعلي اليونان عندهم مطشط الدوري نار وحكامهم جمدين هاتحكمين تلاتة باشا يحكم المطشط المهمة وكل واحد ياخد حقه وبعد كده زي ما بيحصل في كل وزي ما حصل في طول العربية هي ليه بطول العربية نجحت حكام أجانب شفنا كورة في آخر المطش والاتحاد كان خسرون من الأهل والحكام سفروها على الاتحاد سكندري ما بقولش أسامي أنا مش عايزة أقوله أسامي عندي أنا بقول الاتحاد عشان الاتحاد هو اللي كان بيلعب الميزة الغلط بيتشاف أيا كان من اللي كسبان ما فيش احتواء ولا يحزنون فيا جماعة أنا بتكلم على لازم يكون فيه دراسة دراسة متقنية الناس والفرق بتقن من مستوى التحكيم كورة السل هنكلمش عنها دي قال كل الفرق بتقن حتى على قطاع الناشئين يا جماعة شوفوا حل